يا مرحبا بأصدقائي أنا أحمد فاخوري بينما كنت أتابع السباق الرئاسي الأمريكي مرت أمامي هذه الصورة ركزوا فيها جيدا رؤساء للولايات المتحدة السابقون في صورة واحدة قد لا تعني هذه الصورة شيئا بالنسبة للمواطن الأمريكي وحتى المواطن البريطاني لديه الكثير منها في هذه الصورة مثلا هناك ستة من رؤساء الوزراء السابقين في صورة واحدة في مكان واحد لا يختلف الأمر بالنسبة لفرنسا أو لألمانيا وهولندا وبلجيكا فلماذا أنت مستغرب يا أبو حميد وفرحان بنفسك وأنك أتيت لنا بكشف عظيم لا كشف عظيم ولا بطيخ كل ما في الأمر أنني لاحظت أنه لا يوجد رئيس سابق يعيش في دولته في عالمنا العربي أو يعيش كرئيس متقاعد يمارس حياته الطبيعية وليس منفيا أو سجينا لم أجري البحث المعمق في البلدان العربية قد يوجد بعض الاستثناءات لكن نظرة الأولية تشير بقوة لانتفاء وجود هذا الشخص في مجتمعاتنا فالشخص الذي يشغل منصب الرئيس في بلداننا لا يترك المنصب إلا للقبر أو إلى السجن من يتسلم مقاليد الحكم في بلادنا يتعامل مع البلد بمنطق الغنيمة والغانم هو من ظفر بمال عدوه فالخطير في الأمر أن الفرد الذي تقلد السلطة قد ظفر بها بوصفها غنيمة من عدو من هو العدو؟ هو الشعب حتى لو كان هذا الظفر بصندوق انتخابي وبأغلبية بسيطة جدا 50 زائد 1% فما يلبث هذا الشخص إلا أن يتحول إلى ديكتاتور غانم وأن يصبح عدوا للشعب فيأبى فكرة سلب السلطة والغنيمة منه بنفس الطريقة التي غنيمها بها فتجد همه الأول والأخير هو الاحتفاظ بتلك الغنيمة والحقول دون تسليمها لغيره حتى لو اضطر لإتلافها كاملة إتلاف البلاد وسكانها هذه لي يغلق الأبواب أمام كل خصم سياسي محتمل يسجن المنافسين يسحق المنتقدين يغذي المؤيدين والشبيحة ويطلق أيديهم على الناس والمؤسسات لاتهام الناس والمواطنين بالعمالة والسفالة ثم يتقدم الانتخابات سورية جديدة حتى يستمر في السلطة ويستأثر بالغنيمة من جديد لا عندها لا يقبل بها كمغتصبا للسلطة إلا بأن تكون نتيجة الانتخابات هو فوزه بنسبة تفوق التسعين في المئة وبعدها يعدل الدستور كي يستمر في السلطة إلى الأبد ومنها إلى القبر بطريقة ما باختصار منطق الغنيمة هو منطق لا دولة غياب التداول السلمي للسلطة هو منطق ما قبل الحضارة منطق الغاب والبرية كم من الجميل أن تشاهد رئيسا سابقا لبلادك مثلا في مقهى في مطعم وتستأذنه لالتقاط سلفي معه أو أن تراه حاضرا كضيف شرف في تخريج طلاب الروضة في إحدى المدارس هذا يحصل في الكثير من الدول على فكرة سنصل إلى هذا اليوم في المستقبل لكن بعد مرور مئات السنوات من تداول السلمي للسلطة وبس اشتركوا في القناة